النقطة دي البعض كان من الصحفيين تحديداً بيتكلموا مع موسواني فيها يعني أنت عندك لعيبة كتيرة جداً في المنتخب وده إجهاد عليهم لما بيشاركوا مع الأهلي ما لعبتش ناس مش أساسية لي أو لعيبة غير أساسية لي برضو حريك بتتبنى الفكر ده ولا قصة أنه هو الموضوع برضو قرار صعب أننا أخذه في بداية ماتش ممكن يعني ممكن في نهاية الماتش أقول أنا كان مفروض أعمل بس أن أنا أخش شاي الحد أساسي عندي عشان بيشارك في المنتخب يعني شايفها زي برضو يعني شايف برضو الصحفين بيسألوا أسئلة غريبة يعني بصراحة هو الراجل يا هو في المنبخ هو اللي عارف لعبته وهو اللي عايش معاهم متعايش معاهم في الوحدات التدريبية وفي المعسكر وهو اللي شايف مين أصلح يكون موجود في المبارة دي كل المبارة بيبقى ليها استراتيجيتها كل المبارة ليها طريقتها كل المبارة ليها رجالتها فالكلام ده طبعاً الصحفين يعني سؤال بس يعني بيترحوا كده على الرجل وخلاص لكن اللي متواجد في تدريبات النادل الأهلي بيعرف فكر الراجل إيه الطريقة اللعب اللي حالي عباها إزاي الشكل الأداء جمهة التطبيقية ويمكن من الأداء هم بيشوفوا مثلاً وممكن يكون حد مش عايز يقول اسم بعين وان هو شايفه شوية مجهد أو الأداء بتاعه مش زي ما احنا واخدين عليه فأنا حيجي لي بقى السؤال لحضرتك بشكل مباشر مين من لعبتنا اللي مشاركين في المنتخب وعايز اسمه واحد بس اللي شايف ان هو ربما يحتاج لي راحة ولو مباراة واحدة والله أنا أود كلهم أول أكثر إجهادة يعني أنا أنا شايفهم كلهم كلهم مبهدين لأن هم بقالهم سنتين ودي السنة الثالثة وصعب جداً أن هو يروح للمنتخب بعدين يرجع لأفريقيا وبعدين لجعل الدور العام يرجع لكاس مصر أنا شايف بصراحة يعني كله الشناوي حتى يمكن ده لأنه فترة كده شيناءو بيش تقيك من الأممية من الشلك الخلفية آآ ايمن Mシャرف موضوع الترد آآ آآ اه هنييجي ليه هدي آآ آآ حمد فاتحي الالتعامات القوية السويها بقى في آآ بدك إجهاد واضح حتى شريF فترة كده قاعد بعيد عن عن ترد خشبات هنحرز الآهداد شريف برضو كان فيه كرة ضاعت يعني لو هنتكلم حديدا على المؤولون وده برضو مش المعتقات بتاع محمد شريف ابدا يعني فالاجهات ده يا موالد بيخلي اللعيب مش في الفورمة بيخلي اللعيب بمجهد بيعرضه الاصابة ما بقاش بحالته الطبيعية اللي احنا تعودنا عليها